السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله ستكون اول محاضرة في مادة المبادئ الكيمياء الربوية طبعا زي ما احنا عارفين الكيمياء الربوية هي الكيمياء الربوية وبالتالي يجب التعرف على ضربة الكامون لما لها من اهمية لاحظوا ضربة الكامون C6 لو نظرنا الى التوزيع الالتروني H2S22B2 هذا هو التوزيع الالتروني الان ننظر الى البلانس الكترون يعني الكترونات التكاثر حلاحظ البلانس الكترون تقريبا يساوي لو عملنا درومين فور لويس يعني راسي بشكل لويس حلاحظ انه ضرب الكربون والبلانس الكترون والبلانس الكترون حواليها 4 اذا في هذه الحالة نازم نعمل اللي هو للوصول الى الالترون اللي هو النظام الثمان انه ضرات تتشبه بثمانة الكترونات للوصول الى الاستقرار ممكن تشارك بالكترونات او ضرات او مجموعة حالة سبيل المثال لو اجينا هنا اربع الالترونة مع ضغط الهيدرشيد طبعا كلكم اعرفين من ضغط الهيدرشيد اللي هي اتش اللي هو الالترون توزيح الالتروني واحد اس وان اذا كانوا الالترون اتش اتش امان اتش اذا اصبحت ضرات الكاليوم محاربة بثمانة الكترونات وصلت لنظام الاستقرار او ممكن يسبح مركب بهذا الشكل هذا حالة الول حالة الثالث لو اخذنا مثال اخر س س امام بهذا الشكل لاحظوا ان كل ضرات تشارك باثنين الالترون الان بنا نصل للاستقرار للوصول الى ثبت ثان ضغط الهيدروجين هذا الشكل ضغط الهيدروجين ضغط الهيدروجين الان اصبحت كل ضرات شبعة بثمانة من الالترون مما وبهذا الشكل ممكن عبر عنا المركب بهذا السوكت هذا الحال الثالث حال الثالث امام لو اجينا مثلا امام اركب اخر امام احنا انها تشارك من ثلاث الكترونات كل ضرات هنا عند ضرات اج اذا اصبح بثمانة في هذه الحالة ويصبح بهذا الشكل ماذا نلاحظ في هذه الحالة نلاحظ في هذه الحالة انه غررة الكربون يجب ان تحاط باربع يعني قاعدة على الكولسي اربع رجلين باربع اربع حتى تصل الى عملية الاستقرام اربع اربع الآن اذا كما نقول لي يعني ايه عبارة عن مرابط بين الكربون او سي كما نلاحظ انه ضد الكربون هذه الفاعدة حتى نستطيع معرفة مركبنا الصحيح بهذا الشكل ننتقل إلى النقطة الثانية وهي نقطة مهمة جداً اللي هي الهيبردزيشن أو التهجين التهجين بالنسبة لضغط الكربون سواء كان في الألكنات أو الألكينات أو الألكينات الآن لو أجينا نرسم شكل التهجين ونشوف نوع التهجين في كل من الألكان في كل من الألكان هذا الألكان مثال المثال آخر كيفية معرفة نوع التهجين نوع التهجين طبعاً كما درسته في السهوات السابقة يمكن معرفته من مجموعة الأسوات جنريترونات حول الضغط المركزية سواء كانت رابط الكربون رابطة أو غير رابط بيرد أو نان بيرد إلكترونات الآن فورمي ثان لوست استراكشور بهذا الشكل إذا مجموعة أزواج الإلكترونات إذا مجموعة أزواج الإلكترونات سواء كانت رابطة أو غير رابطة هذا ما فيش غير رابطة هاي المجموعة اثنين ثلاث عطا إذا لما يكون عندي مجموعة الأزواج أربعة نوع التهجين بيكون س بي تري نوع التهجين بيكون س بي تري والزاوية مية وتسعة ونص وشكل الجزية طبعا شكل الجزية رباعي الأوجود شكل الجزية طبعا في هذه الحالة اللي هو رباعي الأوجود تمام؟ تيترا طب الآن بالنسبة لي الإثين الإثلين تمام؟ وهو من الألقينات سي سي هج 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 مجموعة الأزواج حول الضرة هي مجموعة مجمعتين ثلاث مجموعة إذا مجموعة الأزواج ثلاث مجموعة إذا نوع التحجيل س س س س س س أما أما في المثال الأخير أما في المثال الأخير وهو الس أو الز الز س س س لاحظ مجموعة الأزواج لاحظ مجموعة الأزواج مجموعتين هذا التاني يعفهم ثلاث مجموعات هذه المجموعتين ويصبح يصبح س يصبح س لاحظ أن مجموعة الأزواج سواء كانت زوج أو زوجان أو ثلاث أزواج تعامل كمجموعة واحدة تعامل كمجموعة واحدة إذا أعيد ملخص بالنسبة للتحجيل مهم جدا لمعرفة نوع التحجيل حتى نتمكن من معرفة الزواج معرفة شكل الجزء معرفة الشكل الفراغي الشكل الهدسي بالنسبة للألكنات طبعا نوع التحجيل فيها SB3 والزاوية 109.5 وشكل الجزء اللي هو رباعي الأوجه بالنسبة للألكنات مثال عندي مثال اللي هو إيش الإثين أو الإثين مجموعة الأزواج زي ما تعمل لحظين يا شباب مجموعة الأزواج واحد اتنين ثلاثة 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 ننأثبته بس؟ وقيمة الزاوية طبعا هنا مية وعشرين وشكل الجزء اللي هو ثلاثة مستوي أما بالنسبة للإستلين أو الإثين مجموعة الأزواج أثنين نوع التهجين اللي هو إيش SB وقيمة الزاوية 180 ومنسمي إيش بلينا يعني إيش خط طبعا هذا بالنسبة للتهجين طيب فيه نقطة مهمة جدا كيف بدنا نعمل نين منك The Orbitals between the hybrid Atomic كربون لإضارة الكربون المهجنة والضبارات المشاركة طبعا هنا نوع التهجين SB كيف ممكن إحنا نكتب أه الأفلاك المشتركة في تكوين الرابطة بعد التهجين كيف بدنا نكتب الأفلاك المشتركة في تكوين الرابطة بعد التهجين الآن خلينا نرجع للمركب ثاني لاحظوا C H H H هاي الأول ثاني التالت 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 إلى كنا نعرفين إنه هذا تهجينه من نوع SB3 هدا تهجينه من نوع SB2 هدا تهجينه من نوع SB طبعا كيف نكتب الأفلاك المشتركة في تفويل الرابطة؟ طبعاً ظرة C استخدمت SB3 لكن ظرة H استخدمت 1S إذا يتم كتابة لأفلاك المشتركة في تفويل الرابطة بهذا الشكل حسب نوع التهجين والظرة التي أتاشت أو اللي هي وسط دماغة هنا في أن نوعين في أن نوعين من الأفلاك المشتركة لاحظوا إن ظرة C استخدمت SB2 مع ظرة C الثانية مع SB2 أي ظرة C كان نوع تهجين SB لكن في عند الظرة الثانية إلى SB2 مع SB2 ظرة C استخدمت SB2 مع مين؟ مع الواحد S من الهش هاي النقطة الثانية هنا هنا ماذا نراحظ؟ نراحظ كالتالي في المثال الآخر ظرة C استخدمت اللي هو SB2 مع ظرة مين؟ اللي هي C استخدمت SB2 اللي هي C تمام؟ تمام؟ أيضا ضرّد C مع مين؟ ها ضرّد C مع مين؟ SB مع واحد S للحش ها ضرّد C إذن بعيد كما مرح لاحظوا أنه في الألكانات نوع التهجين SB3 الأفلاك المشتركة في تكوين الروابط ضرّد C استخدمت SB3 مع H1S بالنسبة للكينات ضرّد C مع ضرّد C SB2 مع SB2 هذا النقاط مهم ضرّد C بعد التهجين مع 1S من الهش أما في المثال الأخرين وهو في الكينات ضرّد C استخدمت SB مع SB3 وأيضا SB مع 1S لاحظوا لابد أن نتعرف على نقطة مهمة جداً نوع الرابطة هنا سيجما نوع الرابطة سيجما ورابطة سيجما هي رابطة قوية جداً تمام؟ كم رابطة في الكينات؟ هنلاحظ 4 سيجما بونس أربع روابط سيجما نجي لي الألكينات عندنا واحدة سيجما 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 وهذا إيش باي إذا هنلاحظ كم رابطة سيجما ثلاثة وواحدة باي أما في الألكينات سيجما سيجما باي باي إذا هنلاحظ تنتين سيجما وتنتين باي ملاحظة أخيرة في هذه النقطة لاحظوا أنه الرابطة السنائية أكثر من الرابطة الأحدية أكثر مور شورتة ذان اللي هي لا عفر سنجل تمام المجموعة الوظيفية المجموعة الوظيفية المجموعة الوظيفية هي أبارة عن مجموعة من أبعاناصر أو عنصر تمام أو عيون أو ما شابه ذلك من المركبات أو من العناصر هذه المجموعة تميز المركب عن آخر وتعطيه الخواص الكيمي هذا سبيل المثال المجموعة الوظيفية كثيرة جداً لا حصل لها حذكر بعضها فقط تمام مثلاً هنا أكس هلي ذات هلي ذات هلي ذات أو هلي الكايد تمام هنا أغرش ممكن تقول بحلاب زائد فينو لات هنا هنا سي دابل بوم أش هلدهاي دات هنا سي دابل بوم سين مجموعة الوظيفية الكاربونات هيتنا. عنا. سي. او او اج. حموز. وهكا. عنا. بهذا الشكل. او. اي ساي. عنا. ان اشتوق انه. ان هذه المجموعة الوظيفية. هي المسؤولة عن الخواص الكيميائية للمركب. وهي تطيل الصفات اثناء عملية ايه? التفاعلات الكيميائية. ننتقل الى نقطة ثانية وهي الهايدرو كربونز. هيدرو كربونز تنقسم الى قسمه. قسم الاول اللي هو الافتك هيدرو كربونز واروماتك. الافتك. الافتك اللي هي الالفتك اللي هي الالكينز سايكلوالكينز الكينز الكينز. طبعا احنا ندرسها بالتفصيل ان شاء الله في النقطة القادمة. هذا مجمد خريطة لتعرف على اللي هي الهايدرو كربونز. الكينز الان سايكلوالكينز. الآن بنا نشوف الالكينز. طبعا الالكينز. هي عبارة عن غيرو الكربونات وهي مشابعة. قانون العام اللي هو سي ان اتش تو ان زائل اثنين. هادي الالكينز. سي ان اتش تو ان بلاس اثنين. حيث طبعا ان اللي هو نامبر اوف سي اكونز. ممكن نعمل خريطة بسيطة جدا لهذه المراتبات. يعني اذا ان واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. الى اخرين. طبعا من اسم اللاتيني اللي هي مث. ايس. ايس. برو. بيوت. بان. هكس. هيت. اوكت. نون. دي. تم. ويضاف الى كلمة ايش ام. خلنا اخذ مثال كيف لنا يطلع شكلنا صح. شكلنا مصبوط. الصيغة الجزائية او الصيغة البنائية تطلع صحيح. نطبق في القاعدة لنفترض انه عندي ان تساوي واحد. ان اذا نطبق في القاعدة سي واحد اتنين بواحد زائل اتنين. اذا نصبح سي اتش فور. اي ثاني. اه. القسم باللاتيني اي. اه عفوا مي ثاني. تمام? مي ثاني. ننتخل الى الثاني. سي اتنين اتش. تمام? تون. 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 كدش بطلع? كدش بطلع عشباب? بطلع. هون. سي ستة. اه عفوا مي ثاني. اتش ستة. اي عفوا مي ثاني. اتش ستة. اتش اتنين في تلاتة زائد اتنين ويسا. بطلع قديش? اتنين في تلاتة بستة زائد اتنين. بطلع سي تلاتة اش. في ملاحبة هان ممكن انتو تلاحظوها. ان كل مركب بزير على المركب الثاني بمقدار حاجة اسمها سي اش تو. المفضل سي اش تو وهكذا. سي اش تو. طيب في كثير من طلابنا الاعزاء يخطئ في عملية كتابة بصير. تمام? انا اعطيتكم قاعدة معنجة هد. قلنا بهذا الشكل. اذا استذكرنا ان الكربون بهذا الشكل يحارف باربع يبقى بكل مركبي صح. خاصة في المركبات المشابعة. او الغير مشابعة. الغير مشابعة طبعا لاحظنا احنا ندرسها ان شاء الله. الان شو? تعلمكم قليلة مساهلة جدا? لا نفترض على سبيل المثال انا انسيت المركب في الامتحان. او انا بذكر. مسلا. مركب يحتوي على ثلاث غرار من الكربون. بعمل كنتم نسميها للطلاب السابق من ثلاث غرار كربون. ايه. عملت الخليطة الاساسية ثلاث غرار كربون. ثم بعد ذلك. نشبع دي الهيدروجين حسب القاعدة. قلنا الكربون يجب ان يحارف بروابط او مجموعات او ضرر. تمام? بعيدنا رباور. هم? هادي الشكل. هادي الشكل. اذا اصبح في هذه الحالة اذا. ممكن اكتب بهادة الصورة. وبكمل اتش 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 اتش. تمام? إذا أصبح مركبي بهذا الشكل. دائماً الصيغة البنائية هي أكثر دقة. ممكن نكتبها بطريقة أخرى. أو ممكن نكتب بهذا الشكل ثلاثة 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 وثلاثة واثنين ثلاثة. إذا أصبحيني واحد واثنين ثلاث. لكن الملخيار في أي طريقة ولكن حسب الطبيعة التي يكون فيها هذا المركب. إذن أنا في هذه الحالة أضمن إنه لا أخبر. يعني مثلا لو طالب او طالبة وطالب او طالب كتب المركب بهذا الشكل كل ما عم بقول يا استاد انا حلت صح لا! او صح! في اشي ما كنس تعالوا نعمل شكل بناي بعد الشكل واحد اثنين ثلاثة اكتب نشبه حسب ضرات الهيدروجي اذا ورزة ديفيكت اين الخلل؟ الخلل هنا هنا قاعدة هاي الدفينية عشان ننسى هذه القاعدة أنه يجب أن نحاق بأربع إذا نقدر نستفيد من هذه الأبطار تماما الآن نظر لدينا نقطة بسيطة جداً ثم بعد ذلك ندخل على التسمية حاجة يسمها لدينا نطرح بسيطة جداً لدينا نطرح بسيطة جداً تحتين المزيدة المنجلة تحتين المنجلة المنجلة ويستمرون مختلفة في الواقع بالأسفل في ملوح القيامة يعني المقصود بالمراكبات المركبات لها نفس السيرة الجزائية لكن ترتيب الضرار تقلل الملوح القيامة تقلل الملوح القيامة تختلف هنأخذ مثال بسيط جداً ومن ثم يتم ذلك مثلاً لو أجينا لهذا المركب مركب في خمس ضرات واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس الآن صرت شاطرين أنتم في كتابة أي مركب إنتوا الآن تقدروا تكتبوا أي مركب طبعاً كلكم عارفين هذا المركب إيش اسمه؟ طبعاً مث إث بروب، بعيت، مش غلق، مش غلق مث إث بروب يود بنت، آه، مث إث بروب بنت كيف بدنا نعمل اللي هي الايسومارية كله؟ أول إشي بنسيب الضرة الأولى وأنا نتقل كتب نيجي للجزيلول، هاي واحد هاي، الغلات، أربعة، تمام؟ ثم نتركها نجيب هذي بهذا الشكل ونشبع مركب هاي واحد، هاي واحد، طيب هاي واحد الآن، ممكن يكون عندنا كمان مشابهة؟ ممكن، إذا لاحظوا، هذا يختلف عن هذا كله على بعضه؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ها سي، فاي أش كم يا شباب من القاعدة؟ اثنين، أن زائد اثنين، كم تطلع؟ اللي هي كم تطلع؟ اللي هي كم تطلع؟ اتفرض أني نسيت القانون في الانتحاب أو نسيته وأنا بدأ بزاكي، بعيد عادي مش غلق، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، حداش، اتناعش، اتناعش، نعم، بنت، الآن يمكن أن أضع واحد، ايه، الأول، ايه، تاني، واحد، اثنين، ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، سي، سي، وهي كمان شكل، ثلاثة، كمان شكل، ثالث، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة حتى في الدسمك يختلف الدسم. إذا أصبر عندي ثري آيزومات. هذي بسموها إيش؟ كونستوتيشونال آيزومات. تمام؟ إذا أول شالب بيكون عندي مركب. مركب تبع برسمك. ثم بعد ذلك بعمل اللي هي المشابهة بشين أول درة. وبدأ في عملية تلتيب إذراء. لا أعداد. في هنا مراحلة بي تأخذوا بالكم منها جيداً. طبعاً هذه سلسلة مستقيمة. هذي برانش. برانش. هذي النقطة بيتمتبه عليها. كلما زادت التفرعات قلت درجة الغلاء. هذا. حتى الروابط تضعف حتى عملية الروابط اللي هي البونز التضعف. حتى التفرعات. اذا تضعف. حتى عملية الروابط اللي هي البونز تضعف. ننتقل الى نقطة اخرى وهي مهمة جدا ركز عليها بالنسبة للكينز لاحظوا الجميع لاحظوا هذه النقطة خاصة ترجع الى الكتاب اللي هو الشابتر سبع وعشرين البيج 1046 يعني 1046 بالنسبة للتابل سبع وعشرين اثنين هذا التابل مهم اول اشي نحضر اول اربع مركبات في الالكينز غازات من واحد لاربعة من واحد لغاية اربعة من خمسة لغاية سبتعش من خمسة لغاية سبتعش ما لها يا شباب ما هي المراهرة ان كل ما بتزداد اه كل ما بتزداد الكتلة المليد كل ما بتزداد درجة الغليل كل ما بتزداد الكتلة المليد كل ما بتزداد درجة الغليل بعيد كمان مرح من C1 to C4 gases من C5 to C16 16 liquids من C17 اللي هي إيش لغاية عشرين اللي هي solids تماما ننتخل الى نقطة مهمة جداً قبل ما ندخل في التسمية هذه النقطة اللي هي عدارة عن groups الكايلي group مجموعة الكايلي group مجموعة الكايلي اللي هي عدارة عن أمر بسيط جداً CH4 نشيل منها H بتصير CH3 تمام؟ هادي كانت هادي كانت أن هادي ما تصير آيل يعني آن صارت آيل يعني هادي كان اسمه ميثان ماذا تصمح مجموعة الألكايلي؟ ميثايل ميثايل تمام؟ إذن مجموعة الكايلي هي عبارة عن مجموعة المشتقة من الألكان المقابل مطروح منها هايش؟ ضرد H ميثايل إيثايل بروبايل بيوتايل منتايل إلى آخر إذن وأكد على هذه النقطة مجموعة الكايلي أو R هي عبارة عن مجموعة مشتقة من الألكان منشيل منها ضرد H فبدأ الآن بنحط I ميثايل إيثايل بروبايل منتايل تكستايل إلى أخر تمام؟ تمام؟ آآآ الآن دعونا نسمي المركبات العدوية بالنسبة للألكان فينا طبعا كون نيم وفينا اللي هو إيوباك نيم طبعاً الاسم الشائع بالأيوباك نيم الأيوباك نيم الأيوباك نيم الأيوباك نيم I-U-B-A-C اللي هو طبعاً بالتحالي الدولي لتسمية المركبات العالمية في الركانات الأمر سهل جداً وبسيط جداً جداً كيفية التسمية نختار أقوال سلسلة نختار أقوال سلسلة نختار أقوال سلسلة أقوال سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سلسلة بيكس تمام؟ إذا نختار أقوال سلسلة نختار أقوال سلسلة النقطة الثانية لنفترطي عند البرانشين تفرع مثلاً C-H-D حول على الطالب ما يقدر يكتب C-H-D طبعاً C-H-B لأ علمنا بطريقة سهلة بهذا الشكل هاي ضراتة مشابعة بهذا الشكل إذا نختار أقوال سلسلة اختارنا أقوال سلسلة النقطة اللي بعدها ويأخذ الاسم النقطة اللي بعدها نأتي إلى ماذا يكون بجانب هذه السلسلة أو مين أتاشت مين المتصل مين التفرق لاحظوا هنا التفرق هنا هو المثال ننظر إلى الطرف الأقرب للتفرق ونبدأ به العدد من الطرف الأقرب إلى التفرق واحد سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هاي نظلنا إلى النقطة للتفرق ثم يبدأ في التسمية هادي المجموعة وين جاية وين جاية عرقم ضلة الكربون ايه اثنين جاية عرقم ضلة الكربون اللي هي مثلا اثنين اثنين ها شي مجموعة هادي اه توقلنا لكم اه اللي هي اللي هي ميثايل طبعا اللي هي مجموعة ميثايل اذا اثنين ميثايل من السلسلة اللي هي اكسر لين ميثايل اكسر تمام لين ميثايل اكسر اعيد كمان مرور واكرر تمام نبدأ في اختيار اقوال سلسلة اقوال سلسلة ثم نعطيها الاسم هكسر بعد ذلك ننظر الى الطرف الاقرب اللي بيه تفرر هل لاحظ ايش هذه المجموعة مجموعة ميثايل وين جاية بركبة اثنين ميثايل اكسر تمام هذي ثنو نفطرا على سبيل المثال ننغير طريق مثلا هنا مجموعة اخر وهان مجموعة مجموعة ميثايل الاخر كما هو هاي الطرف الاقرب التفرط وهي السلسلة تمام السلسلة هيكسر لكن لاحظوا في انته هنا مجموعة ميثايل مجموعتين ميثايل اللي هو وين وقعت؟ على اثنين. وين وقعت؟ على اثنين. فيه طلاب كثيرة بيختاروا. بيقولوا. اثنين. اه. اثنين. ضايل. ميثايل. ذكر ضايل. تمام. لكن اثنين ما قالها. اثنين وقعت عليها مجموعة الميثايل مرتين. زي ما فينا كرسي. بلا ادم قال راح طرف الكرسي هنا. طرف الكرسي هنا. ازن حيذكر مرتين. اذا نقول اثنين اثنين. اثنين. اثنين اثنين اثنين. او اثنين داي ميثايل. هكسان. داي لان اثنين. هذه اللي هي الطريقة المبسطة في اللي هو ايش? تسمية الاكل. بعد ما خلصنا من التسمية. الان نأتيها للعملية الاكسية. لنفترض على سبيل المثال قول بميزة كتابة بميزة المنى. قبل ان قبل بمين. داي. كتابة. داي. كتابة. حتى لا نقطع وتتم كتابة الصيغة البنائية بشكل صحيح نأتي الى الوظهر النقطع 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 الثالثة نبدأ في عملية ترقيم واحد اتنين ثلاثة اربعة ممسة ستة. عما دي اكسي. عنا المجموعة اللي هي الميثالي بروم. الميثالي بروم اين? سي اتش تين. اين تقع مجموعة الميثالي? في اتنين. في اتنين. سي اتش تين. وين كمان? في ثلاث سينة. سموها بعد ذلك. قلص المركب. وشبع بالهيدروجين. هيك انا بضمن مركبي صح. بامكانكم انظر الى الكتاب في صفحة الف واثنين وخمسين. وهناك امثلة كثيرة جدا. انا انا هيك باضمن ان مركبي صحيح وسليم مئة بالمئة. نقطة مهمة جدا لسايكلو الكيز. سايكلو الكيز. سايكلو الكيز. سايكلو الكيز. سايكلو الكيز. هي عبارة عن الكنات حواقية. هناخد امثلة الا. وهي كالتالية. تمام? هذا الشكل. وبهذا الشكل. الحقيقة نفسها لا تحسب. ساي. 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 هذا المركب ثلاثة 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 خمسة ثلاثة 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 ص ida ثلاثة ثلاثة قم يزدي الكربون هنا؟ ثلاثة هنا البحث هنا خمسة ما يمكنه؟ سايكلا سايكلا ميث أث الاربع مثل إث بروبيو بنتان. الخمسة سايكلو بنتان. الستة سايكلو بكسا. قانون العام سي ان اتش تو ان. قانون العام. قانون العام. يعني هالا قديش لو نجي نكتبه اللي هي. سي تلاتة عرضوا الدبل. اتش ست. سي اربعة اتش تمانية. سي خمسة اتش عشرة. سي ستة اتش اتنى عشر. هني بسموها السايكلو بكسا. ايضا المجموعتنا الوظيفية بهذا الشكل هذا الشكل. هاي المجموعة. تمام? سايكلو بروبايل سايكلو. بنتان. بنتان. نفس المجموعة التي تطبق على الالكنار ينطبق على السايكلو بكسا. نكتفي بمثال واحد تسمية مثلا نقوم بمثال بسيط جدا في تسمية. لقد تطبقي الان 벌� strategy. كما يتارة مسيح dunno. خلقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق نعم. طبعاً كنا نبدأ. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. طبعاً المضل الأم اللي هي سايكلو منتها. فنصبح واحد. ثلاثة. دايميثايل سايكلو منتها. وعيد كمان مرضة. ها نبدأ التطلين من هنا. من الطبقة الأقرى. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. مجموعة الميثايل هنا. مجموعة الميثايل هنا. في البوزيشن. رقم واحد. في اللوكيشن. رقم ثلاثة. فيصبح مركبي. اللي هو كالتالي. اللي هو واحد. ثلاثة. دايميثايل سايكلو منتها. تماماً. هل تقريباً. الهينة. الالكنات. والسايكلو الالكنات. طبعاً بالنسبة لشفتر 27. الجزئية الأولى. طبعاً هذه نهاية أول محاضرة. وإن شاء الله لنا لقاء آخر في المحاضرة التالية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سلام عليكم. اشتركوا في القناة.